روسيا طول عمرها معقل شترنج وأبطال العالم طول عمرهم من روسيا فأنت في عقر دارهم الحمد لله هذا كان حلمي بالنسبة لي أنا كنت عملت 7 عالم 4 عالم 3 عالم والحلم كان بقى أن أنا بلعب بطوط العالم تحت 20 في أرمينيا اللي هو في المعقل بتاع التحاد سوفيتي دول بتحاد سوفيتي نفسها ها كلها وأنا المصنف رقم 21 وعشرين على العالم وقتها في 2007 فكان حلمي طب أنا عملت تايلة طبعي زاد نعمل أول البطل عالم دي قبزة كبيرة الحمد لله يا رب آه يعني كان إنجاز كبير قوي حلمت حقق الحمد لله وحفظت بعد كده على أن أنا كنت واخد بتوط أفراق عدة مرات وبتوط عرب عدة مرات وبحرق أبيض متوسط كمان والحمد لله تشرفت أن أنا كنت كابتن الفريق في 2014 و2018 مع زملائي مع المنتخب وأننا نحقق ذهبية الأولمبياد كمان الحمد لله كانت إنجازات كبيرة قوي وبعد كده كملت لعبة لحد الوقت إننا الحمد لله بطل أفراقية آخر ثلاث سنين بس كمان بكمل حلمي إن أنا يكون ليا بصمة إن شاء الله يا رب مع ناشقين مصر إن الجيل اللي بعدنا يقدر يكمل إن شاء الله بس اللازن نعرف بدايتك بردو أحمد كابتن أحمد بحنا إنت أصلا حبيت الشطرنج ابتديت وإمت خيام برضو نعرف يعني بطل كان بطل العالم أنا بدأت عندي ثمان سنين سنة 95 وبعدين لسه كنت بتعلم هاوي والدي كان بلعب هاوي زي كل أهلنا وهم صغيرين يعني وإحنا صغيرين شوية كانوا بيتجمعوا التجمع العائلة اللي بنلعب فيه اللطيف ده وبعد كده لقاني بحبها فلاقينا ما كان بتدربت فيه وبعد كده كنت أول محترف أول محترف في تاريخ مصر في الدورينج الإنجليزي الحمد لله وبعدين اتنقلت الدوري الألماني والعبت في دوري فرنسا خدت بطولة عرب عدة مرات وبطولة أفراقية عدة مرات الحمد لله وأنا صغير والحمد لله استمر للمسؤول عادة لما يكون في حد زكي حبتين وطبعا ريالة الشطرنج بتعتمد على الزكاء إلى حد جبير إلى جانب عناصر تانية أكيد حنحب نتعرف عليها من حضراتكم لما يكون حد لافت للنظر في الزكاء ويقول لك إيه ده أسكى أخواته كابتل الحمد بقى أسكى واحد في العالم مجرد أسكى أخواته بالله ماشاء الله عليك طبعا إنجاز عظيم